بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنانا وابنتنا طلبة وطالبات الصف السائل الصناعي قسم تشغيل المعادن اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة وجعت لكم تاني النهاردة بأهم حلقة وهي حلقة المراجعة لليلت الامتحان في مادة التفريز والتجليخ المادة الجميلة اللي احنا اشتغلنا مع بعض فيها كتير وقلنا ان المادة دي بتنقسم الى 3 اجزاء هو الجزئين الرئيسيين فيها جزء التفريز وجزء تاني خاص بالتجليخ بس كان الجزء بتاع التفريز عبارة عن شقين شق بيتكلم عن الفريزة الافقية العامة وشق بيتكلم عن ماكينة الهوب وقلنا ان ماكينة الفريزة الافقية العامة لها شغل كتير اللي هي فتح المجاري وفتح المشقبيات وفتح مجاري الخوابير والمجاري حرفي وحرفيو والمجاري اللولابية وبنستخدمها أساسا في الغالب في فتح أسنان التروس عن طريق جهاز التأسيم إنما مكينة الهوب كان كل شغلها إنها بتعمل عملية إيه؟ عملية فتح الأسنان التروس طب النهاردة ليلة الامتحان يا مستر محمد ليلة الامتحان بقى حنعمل إيه؟ حنراجع على إيه؟ حنذاكر على إيه؟ حنذاكر إيه؟ حنذاكر أهم أسئلة جايب لك معايا النهاردة أسئلة مهمة جدا بإذن الله ما يخرجش منها الامتحان بس ركز معايا لازم تبقى عارف أنت بتجاوب في شق اسمه إيه؟ أنت السؤال ده جايلك في الفريزة؟ جايلك في مكينة الهوب؟ جايلك في التجليخ؟ لو ركزت كويس في السؤال بتاعك في أنه شق من الاتنين لازم حتكون بمعلوماتك الكتيرة اللي احنا خدناها مع بعض في الحلقات السابقة وبالجزئيات وخاصة المسائل حتلاقي نفسك بتجاوب بكل سهولة أنت عارف طبعا مكينة الفريزة الأفقال عامة من مميزاتها أن أنا بقدر أكب لها تركيبة خاصة عشان تحرك الرسمة بتاعتي مع جهاز التأسيم بقدر أعمل عليها فتح مجاري ومشقبيات بقدر أعمل عليها فتح أسنان التروس والأجزاء بتاع أي مكينة لازم يكون فيها فرش وقائم رأسي وبعد كده الأجزاء بتاعتي اللي حيكون فيها صانية ورجبة وعمود السكينة ما ننساش أن أنا عندي سكينة أو سككين مكينة الفريزة طالما بتكلم عن السككيني بقى أنا بتكلم على كذا شق الشق الأولاني بتصنع من إيه؟ صلب كربوني وصلب سرعات عالية وكربيدات ملبدة والسيراميك والماس بتتسبت إزاي؟ بتتسبت بالاحتكاك أو بخبور أو بألووز أو بقابض طب السكينة دي كل سنة فيها لها كم زاوية؟ زي كل أدوات القطع بتاعتي لها مجموعة من الزواية زاوية جرف زاوية سن زاوية خلوص تمام؟ الشغلة حتتربط إزاي على المكينة؟ أتيه كيدا حتتربط بالمنجلة أو الملزمة الدوارة أو الملزمة العادية أو المركزية يبقى إزا دلوقتي كل دي الأمور اللي أنا حشتغلها في مكينة الفريزة الأفقاء العامة زايد الاحتياطات اللي لازم أعملها وأنا بسبت السكينة عشان يكون لها مركزية واتطلع لشغل بشكل ملائم ومناسب تعال نشوف إيه هي الأسئلة اللي حجيني على مكينة الفريزة وبعدين نروح لماكينة الهوب نبص كده مع بعض ما هي استخدامات أو استعمالات الفريزة الأفقية العامة؟ نمرة واحد بتستخدم في فتح جميع أنواع أسنان التروس العدلة والحلزونية نمرة اتنين في تشكيل المشأبيات والمجاري المختلفة نمرة تلاتة تسوية الأسطح وتشكيلها نمرة اربعة قطع المجاري اللولبية إن أنا يكون عندي مجاري اللولبية على أسطح ممكن تكون مستوية أو تكون أسطح زي أسطح التروس طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ما هي مميزات الفريزة الأفقية العامة؟ يعني هي بتتميز بإيه عن مسيلاتها؟ يبقى نمرة واحد أول حاجة إمكانية استخدام مجموعة التروس لتوصيل الحركة من الصينية الطولية لجهاز التأسيم عشان تديني أسنان لولبية يعني نمرة اتنين إمكانية عمل أسطح بزاوية أو بزوايا مختلفة حيث يمكن إمالة الصينية الطولية في حدود 45 درجة يمينا ويسارا طيب من ضمن الحاجات قلنا إيه؟ قلنا طالما عندي سكينة بتقطع؟ يبقى أنا السكينة دي فيه طرق لتثبيت السكينة ما هي طرق تثبيت السكينة على عمود السكين؟ عارفين إنه نمرة واحد ممكن تثبيتها باستخدام خبور نمرة اتنين باستخدام القلوز نمرة تلاتة باستخدام قابض نمرة اربعة التثبيت بالاحتكاك طيب هو أنا وأنا شغال على المكانة أكيد طالما فيه احتكاك بقى لازم حيكون فيه ارتفاع في درجة حرارة وتآكل يبقى لازم حستخدم سائل تبريد إيه هي ما هي فائدة استخدام سائل التبريد أثناء العمل على الفريزة؟ نمرة واحد بتتسرب الحرارة إليها فبتخفض درجة الحرارة يبقى أنا دلوقتي لما هتنخفض درجة الحرارة بتاعتي هتقلل الاحتكاك وحتقلل قوى القاطعة وحتقلل التآكل وحتزود العمر بتاع الحد القاطعة يبقى نمرة اثنين بتقلل معامل الاحتكاك لأن خاصية التزييد فيه لزوجة هتقلل الاحتكاك نمرة تلاتة بتقلل القدرة اللازمة للقطعة نمرة أربعة بتطيل عمر الحد القاطعة نمرة خمسة بتسمح باستعمال سرعات قاطعة عالية نمرة ستة بتساعد على إبعاد الرايش لأن السائل التبريد دا مسائل فحينساب فحياخد معا الرايش ويبعد نمرة سبعة بتنظم أو بتعمل عملية تنظيم للضغوط اللي بيساعدني في عملية الإنتاج السطوح بجودة عالية يبقى فائدة سائل التبريد هي أنها بتصرب الحرارة أو بتخفض درجة الحرارة كأننا كده بنعمل كمادات يعني فهي بتاخد الحرارة اللي موجودة نتيجة الاحتكاك نمرة اتنين بتقلل الاحتكاك لأن سائل التبريد دا ممكن يبقى منوع من أنواع الزيود فبيقلل الاحتكاك بخاصية اللي زوجة اللي موجودة جواه نمرة تلاتة بتقلل القدرة اللازمة طالما الاحتكاك قل ودرجة الحرارة قلت يبقى أنا بقلل القدرة اللازمة للقاطع وكل دول بيترتبوا على بعض بتطيل عمر الحد القاطع طالما ما فيش احتكاك ودرجة حرارة قليلة وقدرة قطع قليلة أكيد أداة القاطع بتاعت اللي هي سكينة الفريزة هتاكل من غير إجهادات ومش يحصلها حر للأطرف بتاعتها وحتى أنها حمية مش مثلمة بتسمح باستعمال سرعات عالية طالما درجة الحرارة خفضت والاحتكاك قل والقطرة قلت والألم بتاعت عمره طويل يبقى ممكن استخدم سرعات عالية في القاطع وزائد ان ده سائل فهيعمل انزلان بقلل رايش وحيبعد كمان هيبعد الريش وحيقلل الضغط الواقع على الألم ده كده أنا استخدمت سائل تبريد عشان أحافظ على أداة القاطع وحافظ على الشغلة طب هي أداة القاطع اللي هي سكينة الفريزة ايه المواد اللي بتصنع منها سكينة الفريزة أيوة نمرة واحد الصلب الكربوني نمرة اتنين الصلب السبائكي نمرة تلاتة الصلب السريع القاطع نمرة اربعة السراميك الخزفي اللي هو السراميك الطبيعي والخزف الطبيعي نمرة خمسة الكاربيدات اللي احنا بنقول عليها الكاربيدات الملبدة طيب سكينة الفريزة عبارة عن سنة متكررة كتير في محيط داير يعني سكينة الفريزة عبارة عن دايرة فيها أسنان السنة الوحدة ليها تلاتة زوايا الزاوية اللي قدام السنة هنا اللي بتاكل بيها أو بتشيل بيها الرايش يعني بتقطع فيه الشغلة يبقى دي اسمها زاوية الجرف اللي بنقول عليها جامع إنما الزاوية اللي في خلف السنة ودي معمولة لأن السنة دي لو كان الخط دا أو السطح دا أفقي كان حيحتك بالشغلة يبقى أنا برفع الخط دا أو بعمل الزاوية دي عشان أقلل الاحتكاك يبقى دي اسمها زاوية الخلوص اللي هي ألفا ودي وظيفتها تقليل الاحتكاك إنما زاوية بيتا هي زاوية السن يبقى أنا عندي ألفا وبيتا آسف ألفا وبيتا وجامع اللي هم زاوية الخلوص زاوية السن زاوية الجرف طب خلي بالك إن المحور الرأسي ده هو ده المحور اللي بيمر بإيه؟ بيمر بمركز السكينة والخط الأفقي ده ده مماس للسكينة يبقى أنا دلوقتي لو جيت أقول زاوية الخلوص حقول هي الزاوية المحصورة بين الخط العمودي على المستوى المحوري المار بحد القطع بص ده محور القطع ده آسف ده محور القطع اللي بيعدي بمركز السكينة وده عمودي عليه؟ يبقى المسافة أو الزاوية ما بين الخط العمودي على محور القطع وما بين وجه السن الخلف ده هو ده زاوية الخلوص يبقى هو أو هي الزاوية المحصورة بين الخط العمودي على المستوى المحوري المار بحد القطع والمماس لحفة السكينة ده الحفة تمام؟ وتتراوح ما بين 7 و 12 درجة نمرة 2 زاوية الجرف اللي هي الزاوية اللي هنا دي اللي هي الزاوية المحصورة من الخط المحوري اللي يعني معدي بمحور السكينة وما بين الخط المماس لوجه السنة الأمامي يبقى هي الزاوية المحصورة ما بين المستوى المحوري المار بنقطة المركز ومماسب وجه الايه السنة من اسنان السكينة وقد تكون زاوية الجرف مجابة او سالبة ليه لان انا زاوية الجرف دي بتكبر لما بتكون المعدن طري وزاوية الجرف بتقل لما بيكون المعدن ناشف اخر حاجة اللي هي زاوية السن وهي الزاوية المحصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الخلوص طيب تعالي بعد كده نشوف وانا ايه هي الاختبارات اللي بتجرع على عمود السكينة بعد تثبيت السككين نبص كده مع بعض دلوقتي سكينة الفريزة دي عبارة عن جزء استواني الجزء الاستواني ده مركب على محور ارجعوا لي كده لو سمحتوا الجزء الاستواني بتاع السكينة ده راكب على محور فالسكينة دي بتلف حركة دورانية حوالين المحور ده طيب السكينة دي لو العمود بتاع السكينة مش مركزي يعني ايه مش مركزي؟ يعني المفروض ان العمود ده بيلف حوالين نفسه فاذا السكينة دي وهي بتلف حتبدأ تتحرك للأعلى والأسفل اللي انتوا بتقولوا عليها بترف يبقى العمود ده لازم يكون بيلف حوالين نفسه حوالين محور ثابت خط صفري بحيث ان السكينة تبقى بتلف حوالين نفسها بس ما تبقاش بتلف حوالين نفسها وبتنزل وتطلع ماهي لو بتنزل وتطلع وهي بتلف هيحصل ايه؟ هيحصل انها هتعمل نحر في الشغلة واجزاء هيبقى فيها بتاكل فيها بعمق كبير واجزاء بتاكل فيها بعمق قليل طب ده دلوقتي لو العمود السكينة مش محوري طب لو عمود السكينة مش مسنود ماهي العمود ده بيبقى طويل بيدور من هنا وممسوك والمفروض ان يكون معلق من النهاية معلق ليه من النهاية عشان مايعملش اللابة دي يبقى ايضا برضو حيدور السكينة وحيؤدي كمان ان ممكن يحصل ليه السكينة كسر وكمان ممكن يكسر الشغلة ويطلع الشغلة بعمق خطع مختلف ويطلع كمان الجودة بتاعت السطح بشكل ايه؟ بشكل مختلف يبقى لازم السكينة تكون مركزية في دورانها لازم عمود السكينة يكون معمول له عملية تسبيت ويكون السكينة معمول عليها اجراء ان انا مراجع انها استدارة كاملة يعني الاسنان كلها بقطر واحد او منتهي سنة السنة سنة السكينة عند دايرة القطر الخارجي ليه؟ عشان مايبقاش فيه سنة كبيرة وسنة ايه صغيرة تعالوا نشوف اهم الاختبارات دي هيكون ايه معانا نبص كده مع بعض بيقول لي ما هي الاختبارات التي تجرى على عمود السكينة بعد تسبيت سكينة الفريز نمرة واحد هتأكد من تمركز دوران السكينة يعني يكون عمود السكينة بتاعي دا بيلف حوالين نفسه وده باستخدام المبين اللي احنا مقول له عليه مبين القياز والقرص او الساعة طب هو لو العمود دا او السكينة مش متمركزة حوالين المحور ايه اللي هيحصل ايه بيونتك سطوحا مشغلة غير مضبوطة لان اسنان السكينة ستقطع باعمق قاطع مختلفة هتعمل نحرف مكان ومكان لا نمرة اتنين سند طرف العمود في حالة الاعمادة الطويلة باستخدام كرسي تسبيت في رأس الفريزة طيب هو انا بعمل السند ليه هو انا لو العمود ما تسندش ايه اللي هيحصل ايوه يبقى حيحصل اهتزاز في العمود وبينتك سطوح مشغلة غير مضبوطة علاوة على احتمال تلف اسنان السكينة طب نمرة ثلاثة ضرورة ان يكون اتجاه ميل للسنة في نفس اتجاه دوران اعمدة عمود الدوران طب هو لو ما كانش السكينة في نفس الاتجاح ايه اللي هيحصل السكينة تاكل بضهره او مش هتاكل يبقى عندي السكينة لها تقطع وتتلف اسنانها ويتلف السطح الايه ايه المشغل طب انا لو عندي ضبط بقى من الحاجات اللي انا بزبوطها دي ومش مزبوطة ايه اللي هيحصل بقول لي ما هي الاضرار التي تحدث نتيجة عدم الالتزام بسرعة القطع المناسبة اثناء عملية التفريز هيحصل ايه لو انا خدت سرعة قطع زيادة عن اللزوم ايه اللي هيحصل ايوه نمرة واحد ممكن يحصل لي كسر في السكينة نمرة اتنين تتلم استدارة السكينة السكينة مش هتبقى استطارة يكمل نمرة ثلاثة فصل الشغلة من المنددة واداة التثبيت الصورة عالية جدا فبقى فيه ايجهاد وقوط قطع كبيرة يبقى ممكن تخلع الشغلة بتاعتي من المنددة او اداة التثبيت اللي انا وخدها نمرة اربعة ممكن يحصل لي كسر في بعض اجزاء المكينة طب تعالوا بقى اولاد نشوف اهم المسائل اللي بيجيلي في التفريز يعني بيقول لي يراد قطع اسنان ترس عدد اسنانه 153 سنة على الفريزة الافقية العامة احسب عدد لفات يد جهاز التأسيم لكل سنة وكذلك طقم التروس اللازم اذا علمت القاتي البريمة زد باب واحد والترس البريمي اربعين سنة ملحق بالفريزة تلت اقراص دوائر سقوب السقوب اللي فيها يعني الدائرة الوحدة فيها 15 تقب دائرة تانية فيها 16 دائرة تلتة فيها 17 دائرة رابعة فيها 18 دائرة خمسة فيها 19 لحد الدائرة اللي فيها 49 تقب زائد ان عندي طقم تروس فيها 24 سنة وترس فيها 24 سنة وترس 28 وترس 32 فاحنا على طول بنروح نجيب عدد لفات يد الجهاز القانون عدد لفات يد الجهاز بيساوي 40 على عدد الاسنان في عدد الابواب وخلي بالك ان القانون ده ممكن يجيلك في سؤال لوحده في اكمل يقول لك عدد لفات اليد المرفقية بيساوي نقط على نقط في نقط يبقى حراك تضمن كده الخمس درجات اللي موجودين على القانون ده انا حقول كده ان الكلام ده بيساوي مش احنا عندنا قلب الجهاز اللي هو ب40 سنة يبقى عندي هنا 40 عدد الاسنان اللي انا عايز اقطعها ب153 فاكتب هنا 153 فيه هو قال لي ان البريمة زاد باب ايه باب واحد يبقى فيه واحد يبقى الكلام ده بيساوي 40 على 153 يبقى المفروض ان انا اخد 40 تقب من دايرة فيها 103 واخمسين لو انت عندك هنا دايرة فيها 153 لا يبقى انا اقول له كده تدار يد الجهازة 40 ثقب من دايرة بيها 153 بس ارجع وقول له وحيث انه لا توجد دايرة بيها 153 ثقب نفرض ان عدد الاسنان 150 هتقول لي يعني انا نفرض انها 150 وبعدنا طلع له الترس 150 سنة اقول لك لا انا حفرض انها 150 وبعدنا ركب تروس تاكل التلاتة الفرق عشان تطلعهم لمية 153 تعالى ننقل بقى تاني كده ونقول ان عدد لفات يد الجهاز بتساوي 40 على عدد الاسنان في عدد الابواب يبقى دي 40 على 150 بعد اما عدلنا المية 53 خلناها 150 في عدد الابواب واحد يطلع الكلام دا بيساوي 40 على 150 طبعا حضرتك تقدر تشيل الصفر مع الصفر يتبقى لي 4 على 15 يبقى الاربعة على 15 دول الاربعة هي عدد الثقوب والخمستاشر هي الدائرة خلي بالك ان لازم الناتج اللي في المقام هو اللي يبقى موجود هنا يعني انا دلوقتي لما شلت الصفر مع الصفر بصيت في المقام لقيت المقام 15 والخمستاشر موجودة هنا في الدواير يبقى هنا بيتم ادارة يد الجهاز 4 ثقوب من دائرة فيها 15 يعني 4 من 15 او 5 من 15 يعني 5 من 15 كأنها 3 دايرة 4 من 15 اقل من 3 دايرة طب انا دلوقتي حسبت عدد لفات يد الجهاز وبقول كده ان بتدار 4 ثقوب من دائرة بها 15 ايه 15 ثقوب يبقى تيجي بقى ساعتك نحسب التروس اللي انا هستخدمها علشان رجعهم يبقوا 153 سنة زي ما كنا عاملين فنقول كده جيم بتساوي نون ناقص 1000 ف40 على 1000 يبقى ايزا دلوقتي النون اللي هي 153 سنة ناقص الالف بتاعتي اللي هي 150 سنة مضروب فيه 40 على الالف ب150 يبقى ايزا دا حيساوي طبعا 153 ناقص 150 بتلاتة التلاتة فاربعين بمية وعشرين على المقام بمية وخمسين طبعا انت تقدر تختصر هنا تشيل الصفر مع الصفر وبعدين تقول على التلاتة فيها الاربعة وعلى التلاتة فيها الخمسة يبقى دي اربعة على خمسة وتضرب لي هنا في رقم سابت فوقه تحت اضرب في واحد على واحد يبقى اربعة على خمسة ما فيش هنا اربعة وخمسة اضرب في اتنين على اتنين تديك تمانية وعشرة ما فيش تمانية وعشرة في تلاتة على تلاتة في اربعة على اربعة في خمسة على خمسة في ستة على ستة في سبعة على سبعة كل دا مش هايديك اي ارقام من هنا إنما لو ضربت في 8 على 8 اللي 4 في 8 ب32 موجودة هي وال5 في 8 ب40 والي 40 موجودة هي يبقى الكلام ده حيساوي 32 على 40 ده معناه إن اللي 32 ده ترس قائد والي 40 ترس ايه منقاض يبقى هنا العدد اللي أنا فرضته كان عدد أقل من المطلوب والمجموعة بما إنها جات ترسين اتنين يبقى ده مجموعة بسيطة وفي الغالب في المجموعة البسيطة بنستخدم ترس وسيط طب هنا كانت 153 فأنا قللتها المية وخمسين تعال روح معك كده بقى ونجيب واحدة تانية نكون حنجيب للأزيد يعني أنا المية 53 جبتها 150 طب افرد هي كانت مثلا زي المثال ده 319 أيوا برافو عليكم كإني سمعكوا بالضبط وإنتوا كلكم بتقولولي تبقى 320 يبقى أنا كده حقرب 319 أخليها 320 واحسب عدد لفات يد الجهاز تبقى بتساوي 40 على 320 في واحد اللي هي عدد الأسنام في عدد الأبواب يبقى الكلام ده حيساوي 40 على 320 طبعا هاختصر هنا لو شلت الصفر مع الصفر واختصرت قلت 4 على 4 فيها الواحد و32 على 4 فيها التمانية حاجة هنا هاضرف رقم ثابت فوق وتحت أنا اخترت أن يكون 2 على 2 ليه؟ لأن اللي 2 في 8 بـ 16 وأنا عندي هنا دايرة فيها 16 تقب يبقى أنا عندي دلوقتي 2 على 16 يبقى بتدار يد الجهاز 2 تقب من دايرة فيها إيه؟ 16 خلي بالك أن المسألة كانت 319 وأنا قربتها خلتها 300 وكام؟ 320 طب تعال نحسب التروس اللي حتخليهم لي بقى 320 فاجي كده أقول النجين بتساوي ألف ناقص نون لو اللي أنت فرضه كبير تبقى دي ألف ناقص نون لو أنت فرضه الصغير يبقى دي نون ناقص ألف يبقى بتساوي الألف بـ 320 ناقص 319 مضروب فيه 40 على 320 طبعا 320 ناقص 319 في الواحد الواحد في 40 بـ 40 يبقى الكلام دا بيساوي 40 على 320 حشيل الصفر مع الصفر واختصر على الأربعة في الواحد على الأربعة فيها التمانية المهم بقى أننا نضرب في رقم سابت فوق وتحت المهم أن يكون لما أضرب يكون حاجة موجودة طبعا أنت أقل حاجة هنا موجودة 24 فأنت دلوقتي فأنت دلوقتي لو أنت أقل حاجة ودي واحد لازم تضرب في 24 فلو ضربت واحد في 24 اطلع في 24 إنما لو ضربت 8 في 24 حيطلع لك رقم أكبر من المية فمش هيبقى موجود فتعمل إيه؟ تقوم تقول لي دي تحضربها فيه 3 على 3 وتاخد الأرقام دي تبدلها أبدلها إزاي؟ يعني أقول كده أخد الثلاثة تبقى على 8 والواحد على الثلاثة يبقى ثلاثة على تمانية مضروبة فيه واحد على إيه؟ على ثلاثة أخد بقى الثلاثة على تمانية دي واضربها في رقم سابت فوق وتحت بحيث أنها تديني أي رقمين منهن فأنا هاضربها في 8 على تمانية وبعدين أخد الواحد على ثلاثة واضربها في رقم سابت فوق وتحت حيكون أكيد 24 أقل حاجة لأن أقل حاجة موجودة عند 24 من لو ضربت 3 في 8 هتديني بـ 24 والـ 8 في 8 بـ 64 لاحظ أن الـ 24 موجودة والـ 64 كمان موجودة طب والـ 1 في 24 بـ 24 والـ 3 في 24 بـ 72 إذن بقى 24 و 24 تروس قائدة و 64 و 72 تروس منقادة وبالتالي أي أنه يجب وضع 4 تروس منها ترسان قائدان 24 و 24 وترسان منقادان 64 و 72 وحيث أن العدد المفروض أكبر من العدد الحقيقي والمجموعة مركبة طالما المجموعة مركبة أولاد يبقى لا نضع ترس إيه؟ ترس وسيط طب ارجعوا لي تاني أنا كده خدت لك أهم الأسئلة ارجعوا لي كده تاني لو سمحتوا كده أنا خدت أهم الأسئلة اللي موجودة عندي على الفريزة الأفقية العامة طب أنا عندي أسئلة مهمة جدا في مكينة الهوب مكينة الهوب أولاد هي مكينة مخصصة لفتح أسنان التروس والمكينة دي أكيد لها مميزات ولها عيوب مميزاتها أنها بتقطع لي التروس كلها الأسنان في الترس كله مرة واحدة الخطأ في التأسيم بيبان بسرعة بتقدر تقطع لي التروس الكبيرة طب وبما إنها مكينة مميزة قوي كده حيكون إيه عيوبها بقى مستر محمد العيوب فيها حتكون إن تكلفة المكانة عالية تكلفة السكينة كمان عالية زائد إن طالما تكلفتها عالية وتكلفة السكينة عالية أكيد تكلفة التشغيل عليها كمان حتكون كبيرة طيب المكينة دي بقدر أعمل حسابات برضو عليها أيوة بعمل عليها حسابات علشان أطلع أسنان الترس كلها أد بعض بخطوة واحدة وبمقاسات واحدة طب مكينة الهوب دي لما باجي أشتغل عليها هل بيبقى لها عدد لفات يات جهاز؟ لا ده كل اللي أنا بستخدمه بستخدم عدد الأسنان وبستخدم قلب الجهاز وبشوف الخطوة الحلزونية فقط تعالوا مع بعض نشوف مميزاته وعيوب مكينة الهوب ونشوف أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلي عليها والمسائل نبص كده مع بعض بيقول لي ما هي استخدامات مكينة الهوب وما هي مميزاتها وعيوبها فحاول كده من استخدامات مكينة الهوب إنها بتستخدم في قطع التروس العدلة والحلزونية ومكينة الهوب دي بتستخدم في الإنتاج الكمي بما إنها بتوفر لي وقت كبير يعني حقدر أطلع كميات كبيرة من المشغولات وبالتالي حتبقى مميزة جدا في قطع التروس العدلة والحلزونية طب إيه هي مميزاتها وإيه هي عيوبها؟ نمر واحد بتستخدم لقطع التروس ذات القطر الكبير والتي من المستحيل تشغيلها على الفريز نمر اتنين الوفرة في الزمن بتقلل الوقت نمر اتلاتة بكتشف فيها الخطأ في التقسيم مبكرا طب إيه هي العيوب بقى ومن دقة طبعا دقة عالية في التشغيل طب إيه هي العيوب بقى؟ العيوب بتاعتي إن السكاكين المستخدمة أغلى سمنا من سكاكين الفريز يعني السكينة تمنها غالي نمر اتنين المكنة ذات نفسها أغلى من مكينة الفريز طب أنا دلوقتي لما باجأ أشتغل محتاج مثلا إن أنا أعرف الخطوات اللي أنا هعملها لما يجي أعمل عملية قطع السكينة بيقول لي ما هي الخطوات التي يجي باتباحها لحساب رقم السكينة على مكينة الهوب كل سكينة ولها رقم الخطوات نمر واحد بنحسب المديول نمر اتنين بنحسب العدد الافتراضي من القانون القانون اللي هو مين؟ العدد الافتراضي بيقول النسين اللي هو عدد الأسنان علاجاتها زاوية ميل سنة الترس كلهم تكعيب قس ثلاثة يبقى العدد الافتراضي عدد الأسنان على زاوية الميل نمر ثلاثة بنختار رقم السكينة من الجدول ونبدأ نعمل عملية قطع قطع الأسنان طيب تعالى كده نشوف سؤال تاني بيتكرر كتير بيقول لي أكمل مكان النقط عدد أسنان تروس التغيير في مكينة الهوب العدد ده بيجي منين؟ بيجي من قانون لو القانون ده اللي هو القانون الصغير ده يبقى إيه؟ يبقى عدد أسنان التروس القائدة على عدد أسنان التروس المنقادة برافو عليكم بيسوي نسبة النقل مضروبة في عدد أبواب السكينة على عدد أسنان الترس المراد قطعه خلي بال حضراتكم معايا إننا ده قانون صغير وفيه قانون تاني كبير بيستخدمه برضو في مكينة الهوب تعالى نستخدم القانون ده في حساب التروس ونستخدم القانون التاني نبص مع بعض بيقول لي إحسب طقم تروس الجر اللازمة لقطع ترس حلزون يمين عدد أسنانه 45 سنة على مكينة الهوب إذا علمت أن نسبة النقل الثابتة الخاصة بالمكينة هي 32 باستخدام سكينة حلزونية يمين ذات باد بواحد علما بأن مكينة الهوب مجهزة بتقم تروس كما يلي دي كلها أسنان تروس تبدأ من العشرين وتنتهي عند المية وعشر فحنقول كده أن القانون بتاعنا اللي إحنا لسه كنا كتبينه في سؤال الأكمل إن عدد أسنان التروس القائدة على المنقادة بيساوي نسبة النقل مضروبة في عدد أبواب السكينة على عدد أسنان التروس المراد قطعها فيبقى أنا دلوقتي حقول إن الكلام ده بيساوي عدد التروس القائدة على المنقادة نسبة النقل قال لي نسبة النقل خاصة بالمكينة 32 يبقى أكتب كده 32 فعدد الأبواب قال إنها زاد باب واحد يبقى فيه واحد على عدد الأسنان المراد قطعها بص كده كان إلي إنه عايز كم سنة 45 سنة تمام؟ يجي الكلام ده بيساوي 32 على 45 أنا لو لقيت هنا في التروس دي 32 و45 يبقى أنا مش محتاج أعمل حاجة لما تبص هنا مفيش غير 30 وبعدها 40 ومفيش 45 كمان طب نعمل إيه؟ لو جيت تختصر دي ممكن تختصر على الأعداد زوجية إنما دي تختصر مع أعداد فيها 5 أو 9 فأنا هاخد الأرقام دي وقسمها نصين أقول إن الـ 32 دي 4 في 8 وأقول إن الـ 45 دي 5 في 9 طب هتقول لي ما قلتش ليه 8 في 4 هقول لك عادي بس أنا كل اللي أنا عايزه إن أنا أخد طالما فيه رقمين ورقمين خد الرقم الصغير على الرقم الصغير والرقم الكبير على الرقم الكبير عشان تيجي تقول لي بعد كده إن 4 على 5 اضربها في رقم ثابت فوقه تحت المهم إنها تديني رقمين هنا وكمان تعالى قل لي 8 على 9 واضربها لي في رقم ثابت فوقه تحت المهم إنها تديني أرقام ما قلت 4 في 10 بـ 40 وموجودة والـ 5 في 10 بـ 50 يبقى دي حتديني 40 على 50 قدل لـ 40 وقدل 50 8 في 10 بـ 80 والـ 9 في 10 بـ 90 ما أنا عندي هنا 80 بصوا كده أدي 80 وعندي كمان إيه 90 يبقى أنا يمكن على هذا الأساس اختيار التروس 40 و 80 و 50 و 90 واحد يجي يقول لي مستر محمد وانت قلت ليه 40 و 80 و 50 و 90 ما قلتش 40 و 50 و 80 و 90 لأننا دلوقتي لما جيت أشتغل بقول دايما قائد وقائد منقض ومنقض يبقى التروس القائدة بتاعتي هي 40 و 80 والمنقضة 50 و إيه 50 و 90 طب تعال نروح خلي بالك المثال ده كانت نسبة النقل في عدد الأبواب على عدد الأسنان ده لما يكون مديني نسبة نقل طب لو مش مديني نسبة نقل آه تعال نشوف المثال ده كده احسب تروس الجر اللي لازم تركبها على مكينة الهوب عند قاطع ترس حلزون يمين عدد أسنان 40 يبقى ده عدد الأسنان بتاعت 40 سن بسكينة يمين ذات باب واحد إذا علمت أن الخطوة الحلزونية للترس 300 الخطوة 300 والتغذية واحد من صينية علما بأن قلب المكينة بعشرين ومزودة بالتروس القاتية طبعا طالما الداني قلب مكينة والداني تغذية والداني ترس خطوة حلزونية يبقى أنا اشتغل بالقانون ده وخلي بالك عشان القانون ده ممكن يجي في أكمل يبقى التروس القائدة على المنقادة بتساوي قلب المكينة في عدد الأبواب على عدد الأسنان مضروبة في الخطوة وفي المقام تحت الخطوة ناقص التغذية يبقى أنت حتقول قلب المكينة اللي قال لي علىها بعشرين مضروب في عدد الأبواب كان قيل لي ذات باب واحد على عدد أسنان الترس هو قل إن عايز الترس ده 40 سنة يبقى عوض مكان عدد الأسنان بـ 40 الخطوة قال لي أن الخطوة هنا بتلتمية وتحت يبقى تلتمية ناقص التغذية بتاعتي اللي كانت بواحد طبعاً الكلام ده هاخد الكلام ده وروح أعمل عمليات الضرب بتاعتي في الكسور يبقى أنا إذن دلوقتي لما حاجي أشوفها حقول إن أنا لو شلت الصفر ده مع الصفر ده يبقى عندي 2 وعندي تحت 4 ودول 300 ناقص 1 بـ 299 يبقى إذن أنا ممكن أقول على الـ 2 فهي الواحد على الـ 2 فهي الـ 2 على الـ 2 فهي الواحد على الـ 2 فهي الـ 300 على الـ 2 فهي الـ 150 يبقى الكلام ده حيديني فوق 150 وحيديني تحت 299 ما عنديش تروس 159 ومتين تسعة وتسعين أيوة أعمل زي ما عملت المرة اللي فاتت أخد الـ 150 أقسمها على رقمية تبقى الـ 1515 في عشرة والـ 299 تبقى 23 في 13 حطيت الرقم الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير تعالى ناخد الـ 15 على 23 نضربه في رقم ثابت فوق وتحت وهنا برضو طبعاً أنا ضربته في 4 على 4 ليه لأن الـ 4 في 15 بـ 60 كفين الـ 60 أهيه؟ والـ 4 في 23 حتديني 92 طبعاً لو كنت ضربت في 3 ما كانتش هتجيب حاجة هن تعالى ناخد الرقم الثاني اللي هو هيبقى 10 على 13 واضربه في رقم ثابت فوق تحت حلاقاً أنا أقرب حاجة أضربه في 10 على 10 عشان تديني 100 على 130 قدل 100 ودل 100 وإيه؟ طبعاً لو جربت 1 على 1 و2 على 2 و3 على 3 ممكن تديك ترسي في البسط وفي المقام ما تديكش حاجة من التروس اللي موجودة عندهم ويمكن على هذا الأساس اختيار التروس بتاعتي 100 و130 و60 و2 وإيه؟ و92 طب تعالى كده إزاي أنا بقدر أحسب المديول والخطوة الدائرية وقطر دائرة الخطوة كمان بيقول لي ترسي قطره الخارجي 50 ملي متر وله مديول 2 دول معلومتين حيطلب مني 3 مطاليب على المعلومتين دول احسب الخطوة الدائرية للترس وقطر دائرة الخطوة وارتفاع السن أو ما أقول له تعالى نعمل هامش أنت بتقول لي القطر الخارجي 50 يبقى قفخة بسوى 50 ملي متر وله مديول المديول بتاعي مين بيسوي 2 احسب الخطوة الدائرية خهدال وقطر دائرة الخطوة الوقاف وارتفاع السن عين أنا عندي قانون بيقول أن الخطوة الدائرية بتسوي المديول في طه المديول ب2 وطه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي 22 على 7 أو 3 و 14 من 100 يطلع الكلام ده بيسوي 6 28 ملي متر ويبقى ده الناتج بتاعي تعالى بعد كده نروح نجيب المطلوب التاني اللي هو قطر دائرة الخطوة يبقى قطر دائرة الخطوة بيساوي قف زائد اتنين مين يبقى أنا دلوقتي أنا عايز أجيب القطر يبقى أنا عندي القطر بتاع القطر الخارجي بيساوي قف زائد اتنين في المديول فحعوض عن القطر الخارجي هو بخمسين بيبقى بيساوي قف اللي أنا عايز أجيبها زائد اتنين في المديول باتنين طبعا أنا هطلع اتنين في اتنين دي أطلحها بره بعكس الإشارة يبقى عندي خمسين ناقص اتنين في اتنين بتساوي قف طبعا خمسين اتنين في اتنين باربعة خمسين ناقص اللي أربعة يطلع بستة واربعين ميلي متر تعال نجيب ارتفاع السن الارتفاع بيساوي تلاتتاشر على ستة في المديول يبقى عندي تلاتتاشر على ستة في المديول باتنين يبقى هنا ارتفاع السن هيطلع باربعة وتلاتة وتلاتين من مية ميلي متر طيب احنا دلوقتي أولاد بعد ما خدنا مع بعض كده الفريزة وخدنا مع بعض كمان ماكينة الهب ثالث حاجة ايه موجودة معنا؟ موجود معنا عمليات التجليخ وقلنا ان حجر التجليخ ده بيقوم بوظائف مهمة جدا ايه هي؟ نمرة واحد انه يعمل شحزة او سن لادوات القطعة نمرة اتنين انه يوصل بالابعاد بتاعة المشغولات اللي انا عاملها على اي مكينة تانية بابعاد بدرجة عالية من الدقة نمرة ثلاثة انه يوصل لي بدرجة تشطيب الاسطح لدرجة من النعومة العالية جدا طب انا دلوقتي حجر التجليخ ده بيتركب من ايه؟ بيتركب من مادة حكة ومن مادة ربطة المادة الحكة اللي هي الحبيبات الحكة اللي بتاكل في المعادن والمادة الربطة هي المواد اللي بتجمع الحبيبات دي كلها ودول بتختلف في انواعهم طيب انا دلوقتي لما اجي اختبر سلامة الحجر ده بقى دي اول حاجة في اول سؤال سلامة الحجر ان انا اعمل عليه طرق فالحجر لو اصدر صوت رنان يبقى الحجر بتاعي ده سليم لو اصدر صوت مكتوم ايواه يبقى الحجر ده في شرخ او شارب سائل زي الزيت او المي نمرة ثلاثة من الحجر ده لازم يكون مركزي يكون بيدور حوالين نفسه فانا ممكن اعلق ثقل فيه واعمله عملية دوران حر واشوف الحجر حيلف فيه استدارة كاملة او حيعمل عملية ركن يعني يركن في مكان او يتحرك برفة طيب نبص مع بعض كده نشوف اهم الاسئلة اللي ممكن تيجي فيه عمليات التجليخ نبص مع بعض بيقول لي ما هي طرق طريقة اختيار او اختبار سلامة الحجر وخلوه من الشروخ او الكسور يبقى انا دلوقتي حشوف سلامة الحجر ديت بكون ازاي طبعا الحجر بتاعي نظرا لسهولة تعرض مادة الحجر للشرخ او الكسر فانه من الضروري اختبارها قبل استعملها للتأكد من خلوها من هزين العيبين ويتم ذلك بتعليق الحجر حرا من ثقبه ثم تدق عليه دقا خفيفا باداة خشبية تناسب حجمه يعني لو الحجر صغير اخبط عليه باداة خشبية صغيرة لو الحجر كبير اخبط عليه باداة خشبية كبيرة فان صدر رانين مكتوم فمعنى ذلك ان الحجر مشبع بالزيت او الماء نتيجة اهمال واستعماله وصيانته واذا صدر صوت بدون رانين فمعنى ذلك ان الحجر مشروخ اما اذا صدر رانين معدني فمعنى ذلك ان الحجر سليم طب كده انا كده بختبر الحجر طب ايه هي المواد اللي بيصنع منها بيقول لي ما هي المواد الطبيعية التي تصنع منها احجار التجليخ انا عارف ان حبيبات الحكة بتصنع من مواد طبيعية وبتصنع من مواد صناعية اللي بنقول عليها مواد تخليقية طب ايه هي بقى المواد الطبيعية دي نمرة واحد السيليكا او الرمل او الكوارتز الصالد نمرة اتنين مسحوق السحجة اللي هو مسحوق الصنفرة الذي بيتكون من 50% ل60% اكسيد الامونيوم نمرة ثلاثة مسحوق الكوراندم من 75% ل95% من اكسيد الامونيوم المبلور وعليه اكسيد حديد نمرة اربعة حبيبات الماس ونمرة خمسة جرنيت اللي هو العقيق الاحمر طب انا عرفت كده المواد الطبيعية اللي بتصنع منها يبقى اكيد حسألك عن المواد الصناعية يبقى هقول ما هي المواد التخليقية يعني مواد صناعية اللي بتصنع منها احجار التجليخ نمرة واحد كاربيد السيليكون نمرة اتنين اكسيد الامونيوم نمرة ثلاثة كاربيد البورون يبقى انا عندي المواد التخليقية اللي هي المواد الصناعية اللي بتصنع منها احجار التجليخ نمرة واحد كاربيد السيليكون نمرة اتنين اكسيد الامونيوم نمرة ثلاثة كاربيد البورون طب تعالوا كده اولاد في بعض الاحيان بيجي لنا اسئلة صحة وغلط وبتشمل كذا نقطة من النقاط بيقول لي ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطئة بيقول لي بتعتبر عملية سن البراغل البرغل دا اللي بيعمل عملية الايه التنعيم والتهذيب للثقوب عملية اكثر دقة من سن سككين الفرايز اه طبعا لان اسنان البراغل اسنان طويلة وفي الغالب بيكون اسنان حلزونية يبقى العبارة صحيحة ان سن البراغل اكثر دقة من سككين الفرايز نمرة اتنين بتمتاز مكينة الهوب برخص ثمنها يا راجل دا احنا لسا ايضا ان مكينة الهوب هي مكينة بترتفع تكالفها ثمنها وتمن السكينة وبالتالي كمان التشغيل عليها يبقى مرتفع يبقى اكيد ان بتمتاز مكينة الهوب برخص ثمنها دي اكيد عبارة ايه عبارة خاطئة تعالى نشوف كمان واحدة بيقول تستخدم سواء التبريد او استخدام سواء التبريد لا يشجع على اختيار حجر تجليخ بمواد ربطة صلدة بالعكس دا لازم لما يكون مواد صلدة لازم استخدم معاها سواء التبريد وبالتالي وبيقول لا يشجع لا او بيشجع على استخدام مواد ربطة صلدة نمرة اربعة بيقول يستخدم البنتو جراف اللي هي المكينة اللي بتعمل عملية نسخ للاجزاء الميكانيكية في صنع النمازج والاستنباط ونقل الرسومات اه هي البنتو جراف شغلتها اساسا انها بتعمل عملية نسخ ونقل الرسومات في الاستنباط تبقى اجابة صحيحة نمرة خمسة زاوية الخلوص هي الزاوية المحصورة ما بين الحافة ووجه السنة واكيد دي اجابة خطأ طيب هو انا دلوقتي وانا شغال في مكينة التجليخ ايه هي العوامل اللي بتؤثر على سرعة التشغيل اه يعني اكيد العوامل دي حضرتكوا كده بصوا معايا انا دلوقتي لما اجي اشتغل عندي على مكينة التجليخ او اي مكينة هتقدر تشتغل بصرعة عالية لو اداة القطع ضعيفة لا هتقدر تشتغل بصرعة عالية لو عمق القطع كبير لا هتقدر تشتغل بصرعة عالية لو المعدن اللي انا بكله معدن ناشف لا هتقدر تشتغل بصرعة عالية لو القوس اللي بيحصل مماس ما بين حجر التجليخ والشغلة مقاس القصدة كبير ما هو القصدة بيجي منين القصدة طوله بيجي من عمق القطع يبقى لو القصدة كبير يبقى مش حقدر الشغل بسرعة عالية لو مادة المعدن اللي أنا بقطعه بعملية التجليخ مادة صالبة ونشفة يبقى مش حقدر الشغل بسرعة عالية لو الحبيبات الحكة اللي موجودة عندي حبيبات ضعيفة من مادة ضعيفة يبقى مش حقدر الشغل بسرعة عالية لو ما عنديش سائل تبريد عشان يقلل الاحتجاك ويقلل الحرارة ويقلل عمق قطع ويقلل القوى القطع يبقى مش حقدر اشتغل بسرعة ايه بسرعة عالية تعال ان بصوا مع بعض كده حنجاوب على السؤال ده ازاي ما هي العوامل التي تؤثر على سرعة التشغيل أثناء التجليخ يبقى نمرة واحد طول القوس المشترك بين كل من الشغلة وحجر التجليخ اللي هو قطر الشغلة يعني وقطر الحجر حيث تزيد السرعة كلما زاد القطر نمرة اثنين نوع معدن الشغلة المشغولات الطرية تكون سرعة الدوران عالية انما لو مشغولات نشفة يبقى سرعة الدوران قليل نمرة ثلاثة سرعة التخزية لو سرعة التخزية عالية ممكن نشتغل بسرعة عالية يبقى نمرة اربعة نوع التشطيب السطح المطلوب نوع التشطيب هيأثر على السرعة طيب نمرة خمسة أبعاد الشغلة ومدى تأثرها بالحرارة يبقى الشغلة لو عندي حيخرج منها حرارة كبيرة يعني فيه سخونية كبيرة يبقى لازم اشتغل بسرعة وليلة مش هيبقى فيه سخونية كبيرة يبقى حقدر اشتغل بسرعة عالية اللي هي حقدر اتلفها بسائل التبريد نمرة ستة مدى ثبات الشغلة أو الماكينة ومقاومتها للزبزبات لو الشغلة ثبتة وما فيه الزبزبات وما فيه حركة وما فيه اهتزاز يبقى اكيد انا حقدر اشتغل بسرعة ايه؟ حقدر اشتغل بسرعة عالية تعال نشوف سؤال تاني مهم ما هي أسباب انقطاع مغناطة الظرف؟ احنا عارفين ان في عمليات التجليخ انا ممكن اعمل عملية تثبيت عن طريق الظرف الممغنط الظرف الممغنط ده عن طريق الملفات الكهربية طب هو ممكن المغناطة تتقطع ازاي؟ اه اكيد يبقى قطع في الدايرة فيه انخفاض ملحوظ في الكهرباء ملحوظ في الجهد يعني المصهرات او التوصيلات الكهربية يحصل تلف الكابلات يبقى يمكن ان يكون مرجع ذلك لعدة اسباب مختلفة منها نمرة واحد قطع في الدائرة خارج الآلة وتظهر في احتراق المصهرات يبقى انا دلوقتي حيحصل قطع يعني حلقة الفيوز بتاعي حصل عدم توصيل يبقى طالما ممغنط المغنطة هنا مش مغنطة من المغنطة السابتة لا ده المغنطة هنا مغنطة كهرومغناطسية جاية من الكهرباء فيبقى لو فيه قطع في الدايرة الكهربية او في المصهرات اكيد المغنطة هنا حتسيب نمرة اتنين انخفاض ملحوظ في جهد الطيار لو حسنا ان الطيار بيقل الكهرباء كده زي ما بنقول بتسري يعني يبقى هنا المغنطة حتسيب نمرة ثلاثة بعض التوصيلات غير موصلة في حاجات سايبة من بعضها نمرة اربعة طلف بعض الكابلات نمرة خمسة الفرش تحتاج تغيير لتأكلها الفرش دي اللي بتعمل التوصيلات الكهربية نمرة ستة وجود قصر في الدائرة بسبب الاتربة والرطوبة طيب هو انا عارف ان انا عندي فيه مكينات التجليخ بيكون عندي فيه مكينات تجليخ سطحية ومكينات تجليخ ايه اسطوانية المكينات التجليخ السطحية انا باستخدمها ليه ما هي استخدامات مكينات التجليخ السطحية انا باستخدمها دايما لما بيكون عندي اسطح طويلة تجليخ الاسطح الطويلة نمرة اتنين تجليخ الشنابر والورد حتى مع أن الشنابر والورد دي بتكون شكلها دائري وأنا بعمل عملية تجليخ سطحي بتكون السكينة محورها أفقي علشان تعمل عملية تجليخ بالحفة الخارجية أو بواجه السكينة نمرة ثلاثة تجليخ المناشير الطويلة عايز أعمل عملية تجليخ عشان سن أسنان المنشار الطويل نمرة أربعة تجليخ الأسطح الفاصلة لقوالب الإستنباط المعدنية طب بص السؤال ده بيقول إيه؟ بيقول إيه هي ما ليه الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أحجار التجليخ إحنا عارفين أولاد أن أحجار التجليخ عندنا هي أجسام استوانية الأجسام الاستوانية دي عبارة عن حبيبات حكة وما تضربتها حجر التجليخ مش حينفع يتعرض للصدمات حجر التجليخ مش حينفع يتعرض للرطوبة حجر التجليخ مش حينفع في بعض الأحيان أن أنا أخزنه تخزين رأسي طيب يبقى أنا دلوقتي علشان أحافظ على الأحراج دي أحجار التجليخ أعمل إيه؟ أحجار التجليخ لازم نمرة واحد أن أنا أحفظها في علب أو سناديق خشبية مبطنة عشان الحجر ما يتعرضش للصدمات نمرة اتنين أحجار التجليخ دي لازم تتخزن في أدراج أو على أرفف بشكل مباشر الأحجار الكبيرة وهي بتتنقل تتنقل باستخدام عربات علشان ما تتعرضش للصدمات أو الخدش آخر حاجة ودي من أهم الحاجات أن أنا ممكن يكون عندي أحجار طرية يعني بمدى رابطة طرية بحتاج أن الحبيبات الحكة تتزال كل ما تتأكل بسهولة طب الأحجار الطرية دي أخلي بالي من إيه؟ أخلي بالي أن الأحجار الطرية دي ما ينفعش أنها تتخزن بشكل رأسي لازم تتخزن بشكل أفقي ليه؟ بما أنها طرية ولو تخزنت بشكل رأسي حيحصل لها التواء حيحصل لها إيه؟ التواء يبقى أنا أهم حاجة وأنا بعمل عملية تخزين للأحجار أن أنا رقم واحد أخزنها في أدراج وفي أرفف مناسبة أن أنا أشيلها في أجزاء خشبية أن أنا معرضهاش للصدمات أن أنا معرضهاش للرطوبة والسوائل أن الأحجار الطرية تتخزن بشكل أفقي مش بشكل رأسي علشان ما يحصل لهاش التواء زائد أن الأحجار اللي بمقاسات كبيرة لازم تكون تمام لازم تكون بتتحرك بعربات نشوف كده أجابت السؤال بقول لي ما هي الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أحجار التجليخ يبقى نمرة واحد مراعاة أن يتم نقلها وتدولها باحتراج شديد وإنها ما ترتطمش بالأرض أن يتم تخزين الأحجار بترتبها بالنظام في أرفف وصناديق وأدراج نمرة ثلاثة يجب وضع الأحجار المرنة على مستوى أفقي حتى لا تلتوي نمرة أربعة مراعاة أن يكون التخزين في مكان جاف نمرة خمسة يجب أن تجرأ عملية التفتيش عليها كل إيه كل فترة طيب ومراعاة أن تنقل أحجار كبيرة باستخدام عربات ما هي مميزات السمن الصحيح للبنطة أن نمرة واحد تساوي قطر السقب مع قطر البنطة نمرة اثنين إطالة عمر الحد القاطع طالما هي مسنونة سمن صحيح نمرة ثلاثة حفظ البنطة من تحمل الضغوط العالية طيب إيه هي مميزات الطريقة الهايدروليكية في عملية التجليخ أن أنا بحصل على سرعات مختلفة تبعا لفروق الضغط نمرة اثنين سهولة الاستخدام نمرة ثلاثة عدم حدوث ضوضاء عند تغيير الاتجاه نمرة اربعة عدم حدوث اهتزاز للعربة أثناء التشغيل طيب إيه هي خطوات تنفيذ الشغلة في التجليخ الاستواني إن أنا أتأكد من زاوية الميل أتأكد من تمام الاستدارة ضبط التغذية وعمق القاطع ضبط غراب الحجر على حسب طول التقب إن أنا أصبط طول المشوار إن أنا أتأكد من استقامة ثقب الشغلة وتنظيف الثقب جيدا علشان مايبقاش في رايش عشان مرحلة التنعيم وسحب الحجر طيب أنا إيه عملية التهزيب؟ عملية التهزيب دي إن أنا أعمل إزالة لحبيبات اللي حصلها تثلم يعني حصلها تآكل كل فترة بأداة ممكن تكون الأداة دي زي الماس طيب آخر حاجة معنا النهاردة إيه؟ آخر حاجة معنا ما هي العوامل اللي واجب مراعتها عند سن البنطة نمرة واحد أن يكون إحدى أن يكون حداي القطع متماثلين أن يجب أن ينطبق محور الزنبة بتاع الرأس مع محور البنطة رقم ثلاثة يجب أن تتساوى زاوية الحدين القطعين بالنسبة لمحور البنطة رقم أربعة أن تكون زاوية الخلوص في كل من حدها القطع صحيحة اللي هي تقريباً بتكون إتناشر درجة بكده أولاد أبقى راجعت معاك على كل الجزئيات الموجودة في الفريزة اللي موجودة في عمليات القطع باستخدام مكينة الهب وعمليات التجليخ اقرأ سؤالك كويس ركز في كل اللي احنا راجعناه النهاردة في الحلقة علشان ربنا يوفقك بإذن الله مع قطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق وإلى إن أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته